وقد أجمع العلماء على أن من نسب إلى الأنبياء أو واحد منهم نقيصة فهو كافر مرتد والعياذ بالله دعا يجب علينا في حق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أمور أهمها أولاً الإيمان بهم أي أن نؤمن برسل الله وأنبيائه جميعاً ولا نفرق بينهم في أصل هذا الإيمان كما قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال تعالى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الأمر الثاني التصديق بما أخبروا به أي أننا نعتقد اعتقاداً جازماً بصدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل شيء أخبروا به عن ربهم تعالى فهم مصطفون أخيار صالحون صادقون مصدقون فيما يقولونه وفيما يحكمون به قال الله تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الأمر الثالث توقيرهم وتعظيمهم وتفضيلهم فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هم أفضل خلق الله تعالى والواجب علينا اعتقاد فضلهم على الخلق وفضلهم على سائر الناس فمقام النبوة عظيم لا يدانيه مقام آخر وهذا يجب علينا توقيرهم جميعاً وتعظيم شأنهم والثناء عليهم بما هو لائق بهم واعتقاد أنه لا يبلغ أحد من الناس منزلتهم وقد أجمع العلماء على أن من نسب إلى الأنبياء أو واحد منهم نقيصة فهو كافر مرتد والعياذ بالله تعالى اشتركوا في القناة